اشتركوا في القناة اقول لهم ايضا كلمة واحدة جزاكم الله خيرا وشرح الله صدوركم ونفع الله بكم وجعلكم دائما تسيرون في طريق العمار ونرسل رسالة الى من يريدون الدمار ان تركونا في حنة حتى نصل الى مقصود هيا من عندنا عمل كثير وعندنا طريق واضح وهو خدمة الانسان وهو من الناس للناس وهو هذا الشعار الذي نستمر جميعا فيه وهو هنقدر هنقدر ان شاء الله المشكلات كتيرة ومعقدة ومتراكمة وميرث ثقيل لكن هنقدر لا تقل قد ذهبت اربابه كل من صار على الضرب والصف شكرا لكم شكرا دكتور عالم ودلوقتي مهندس محمد النواوي الرئيس التلفيذي لشركة المصرية الاتصالات من اوائل ما يعود انتاج الشعب وتخطيط الشعب لباته ولتموحاته وانه خلق بداية الجديدة اللي احنا كلنا يعني شاركنا في انتاجها خلال السنتين اللي فاتت مصرية الخلاط جزء من الشعب احنا عندنا شركة تتصل بسابع مليون مسكن من الثمانتاشر مليون مسكن من الثمانية عشرين مليون مسكن اللي موجودين في مصر ثمانية عشرين مليون توتل ثمانتاشر مليون هم اللي مسكنين وسبع مليون شبكتنا تلمتد بي خمسة وتلاتين مليون مواطن نقدم لهم خزنا شكرا لكم رحبا ورحيم فريق دكتور علي بومع مهندس محمد بن أمامي دكتور صواح شادي اتشرفتني طبعا ان انا يكون موجود معك من اليهاردة في يعني مش هقول النقاش ان احنا بنناقش مشكلة صحية في اعلان البدء في تنفيذ تعاون مشترك في مكافحة التهابات الكريدية البيروسية بيروسي مع مؤسسة مصر الخير ومع الشركة المصرية التصوير في البداية حبا اقول ان مشكلة بيروسي في مصر تعتبر اكبر مشكلة مرة المعلي انا اريد بتاع طب الوقائي في وزارة الصحة لو سألتوني على اكتر مشكلة وباقية ووقائية عند رجل في مصر ايه ويبقى على لفتة الاولويات اول حاجة فيهم هي مكافحة التهابات الكريدية البيروسية وفيروسية احنا عمدنا في مصر عشان الارقام التي تتقال كان في المئة نسبة الاصابة في مصر والقاور زي بروفاتس محمد قال لي دلوقتي بيسأل نسبة الاصابة في مصر الفيروسية ومعبد الانتشار بتاعها تقريبا من 8-9 مليون شخص نصابين الحل هو المقايد إلى جانب اللي قاله دكتور عمر المحاول الستة احنا عدنا في مصر خير حاجة هنقوله دكتور عمر دلوقتي ونقدر نكرر عليه العاملين بقى نفسهم وزارة الصحة وفريق في المشتشفات الجامعين وفي اقطاع الخاص الدكاترة والتمريض والاخري الهدف الاساسي ان يعود طبيبه حكيما الاصابة التي تأتي من العمل الطبي تصل إلى 75% من السابق العمل الطبي والجراحي أعزيني نقول لوزارة الصحة وأنا بنتهز الكلام ده بقى لدكتور عمر جاني والوزارة الصحة يجد الآن نبحث عن قوانين رادع لتكريم الأذى الطبي وفي نفس الوقت في احتضان التمريض واحتضان الأطباء ورفع الكفاءة وتدريبهم المجتمع وإعانتهم اجتماعيا وثقافيا وماليا لأن دول أروحنا في جديد زي نقول انت بتوفر عليك مريض أو تكاليف مريض قبل ما يبقى مصبر مرض فانت دلوقتي هو العلاجة والقالي ده أنا بعتبناش رفاهية بالعكس ده المفروض ان انت تشوف مليئة أوه فين فين السبب وحتلاقي كتير أوه في القرى وفي القرى الفقيرة ومليئة في مصر وفي نجوع في مصر وفي الصعيب بزدات يعني وهي العملية بكياني مياش عدك دوائي أو وقائي أو كده فإيه رأي حدرتك الموضوع أنا ما في قررتك هو هو وقائي في الموضوع اللي هو مش وقائي لا هو هو وقائي وعلى فقرة اللي بيسحاموا في تلك عمدوا اللي هو مش بطاية السي ولا اللي يكتروا أكتروا مش تنديبوا مجرومش بارا سي لكن بارا سي بإثنين زي مولتا حدرتك عطريب داملو اللي احنا مهتمين به مع المصاريين الاختصارات وفي الخطة السيطة اللي كلموا فيها وحنا هنزود عليهم زي مولتا بحضرتك هنزود عليهم موضوع ان احنا نقول للدكاترة دعوا حكم زي زلان ونقول للتنريد خليكم ملايكة رحمة زي زلان وهكذا بحيث ان هما يقفي تبام المريض نحنا مش عايزين يسمي المريض حالة زي هما اللي يقولوا في المستشفيات عايزين يسمي المريض بالحيث محمد واحمد وصراح وعدل مش عايزين يسميه حالي مش عايزين يبقى كده فاعل عايزين يسمي المريض كإنسان ونتعامل مع البشر كبشر المؤشر الخاص بانتشار فيروسي اللي هو من 9-12 مليون مريض بهذا الفيروس لخطتنا ان احنا ده المؤشر الوحيد اللي عندنا اللي احنا عايزين نقلصه وعايزين بداياتا نمنع انتشار المرض بشكل اكبر وبإذن الله ونحتوي نسبة الزيادة وبعدين تدريجيا ان شاء الله من رأي يبتدي يقيل بهذا الرقم الدكتور عمري كان متكلم على بعض المحاور من 6 محاور دي احنا نشتغل فيهم احنا مشاركين المجموع مشاركة في كل هذه المحاور ان شاء الله في تركيز على 4 محافظات في البداية الفيليوم ولمانيا وإسوهاج وإنا ومن اهم الأنشطة برضو دي احنا نشتغل فيها ان احنا نشتغل التصارات ان احنا عندنا خطة لربط جميع جنوك الدم بشبكة موحدة بقاعدة بهانات موحدة بأطبيق واحد بحيث ان كل جنوك الدم تقدر تبقى شايفة للجنوك الاخرى ايه انواع الدم اللي فيها لو فيه عجز العجز دي موجود فين لو فيه بنك فيه عجز ياخد منين وفيه رجل وفيه تماما اشتركوا في القناة